اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني برئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي سعادة السيد ديفيد مكالستر حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلاة بالشأن الاقتصادي والتي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيزها وأشار سعادة الوزير خلال اللقاء على حرص مملكة البحرين بتوثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الشركات العالمية وتحقيق الانفتاح والمواءمة بين كل شعوب العالم هذا ولفت الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة وزيادة حجم المبادلات التجارية مشيرا إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة مملكة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة ومن جانبه أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري ترجمة نانسي قنقر